بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم بدرس جديد اليوم ان شاء الله راح نتكلم عن كيف تقرأ لدور الثاني ان شاء الله ما احد يطلع دور ثاني وان شاء الله تنجحون دور اول ولكن تعرفون بعض الاساتذة يعني شوية معقد المادة يعني بعض الطلبة صار عنده ظروف ما قدر يحضر بعض الطلبة صار عنده يعني مشكلة بمادة معينة اليوم ان شاء الله انا راح اتكلم عن هذه المشاكل وشلون العالجة عيني طلاب بالنسبة لدور الثاني مو نهاية العالم يعني انت بترسب بمادة مو معناها كلش انتهى بالعكس شي طبيعي احتمال هذا الرسوب يدفعك للدراسة اكثر واكثر ويخليك طالب يعني تفهم بهذه المادة اللي شنت تعاني من عده اوكي فشدوني حيلكم وانتبهوا يا ايا على هذه النقاط فمن ضمن التوصيات المهمة اول شغلة لازم بسويها وهي جمع ملفات استاذك بجامعتك يعني استاذك اللي بالجامعة اللي يدرسك بالسنة المضت اللي انتهت تجمعها شك ملزمة نزلها الاستاذ اذا منزل منازم تسحبها تسويها ملزمة ورقية ملزمة وحدة هذه تخليها بيدك يعني اذا هنا مادتين او ثلاثة يعني اذا انت راسب بماده ومادتين ان شاء الله يعني ملزمة ثابتة نقطة الاخرى او الخطوة الثانية شكوا السؤال جمع جميع الاسئلة الشهرية والفاينل واسئلة السنين السابقة ركزوا ياي يعني لازم الاسئلة ما للأستاذ حصرا تدرسك استاذك اللي يدرسك حاول تجمع اسئلة شهرية حاول تجمع الاسئلة ما للسنين السابقة حاول تجمع شكوا سؤال الاستاذ منطقيا بشهري او باليومي تجمعهم وتخليهم بفايل واحد او ورقة وحدة او ملف واحد واضح هاي النقطة الثانية ذني ليش علموا تدرس عليهم ايضا اخوان من الامور المهمة ايضا تأشير المادة يعني يعني اكيد تعرف كل استاذ باي جامعة معينة يعني الاربع ما ياخذ موضوع معين ياخذ اول فصلين فصل الثالث يتركيه اول فصل ما ياخذ الفصل الثاني ياخذ الرابع ما ياخذ الخامس ياخذ فحسب حسب الاستاذ اشير المادة ما تأكل داخله شلي المادة المطلوبة تأكد من طالب مستوازين حاول تأكد من اكثر من طالب وياك يعني اذا انا تمام اشير المادة وكن نقطة مهمة ابتعد عن اكو ملازم اخرى اكو طلاب وغاية يجوبون ملازم من الجامعات من اين ما شون حت لهم من غير دولة يجوبون مهم شي ملزمة عبالك هي بكثر الملازم هذا الشي خطأ اخوان كثرة الملازم ما بيها فائدة انت اقرأ اقرأ المهم القراءة ومو المهم الملازم اما يعني اذا اكو ملزمة هاي الملزمة شوف انه شرحها مثل شرح الاستاذ يعني نفس النظام ما بيشرح اضافي الشرح ما يختلف عن شرح الاستاذ مالتك يعني تقريب على شرح استاذك فماكو مشكلة تقرأ بيها بس شرط ان يكون الشرح نفس شرح استاذك هاي نقطة اخرى اكو ايضا ملاحظة مهمة اخواني اريد اقول لكم عليها انه انت اذا شين تتعاني من مادة معينة هاي انا دائما نقولها للطلاب يعني اذا انت تعاني مثلا نخلي نقول من مادة الرايتنج مادة الكتابة انت تعاني من عدها تواجه بيها مشكلة دائما ما تعرفش لون تقراها ما عندك اساس بيها فهاي المادة حتى اذا ردت تقراها فراح تقراها يوم او يومين تشوف لك فيديو هون على اليوتيوب تكرهها وتملة وتعوفها وما رح تقرا المادة رح يجيك يعني طاقة لمدة يوما وتترك الموضوع وهذا الشي يعني مو مصر لك رح تضيع وقت وراح يصير عندك يصيبك اليأس فنصيحتي اليك ونصيحتي اليك اذا انت تعاني من مادة صوت نحو رايتنج كتابة اي ما هو حاول تدخل بي دورة يعني يمأي استاذ طبعا دورات انا حاليا انا موجود انت دورات ما تريد على اونلاين يمك استاذ قريب عليك ادخل يمك دورة ما عندك فلوس وتقول انا وضع المادة مو تمام اكو دورات عامة قاعدة انطيها ويا الطلاب باجور كلش مناسبة الدورة احتمال يعني 25000 او 20000 او اقل يعني حتى اقبل ما عندك وضعك فدنو بتعبان تقدر شوف لك احد الناس الخيرة اكو ناس ما تقصر تخلي شخص يساعدك بالمادة يوضح لك ياها يسولك بها امتحانات يتابعك لان انت المادة الصعوبة بها المادة عندك بها صعوبة صدقني واحدك ما رح تقرأها صدقني فبالنسبة اللي يريد يدخل دورة يمهمي او يمغيري ما كو مشكلة الطلبة اللي يحبون شرحي وفاهمين على شرحي فممكن يتابع يعني هذا تليقرام مالتي وان ان شاء الله رح اكون موجود اجاوبك ونتفق على المبلغ ونتفق على الوقت وان شاء الله ما نقصر وياكم ودير بالكم على ملاحظة اخيرة لا تضيع وقتك هنا وهناك تحضر للامتحان وشد حيلك والرسوب مو معناها نهاية العالم مثل ما قلت لك عادي كل واحد يرسب اتمنى لكم المنفقية واتمنى يا ربي المنفقين ان شاء الله وان شاء الله ما كو دور ثاني اصلا يعني ان شاء الله نخلص حتى من الدور الثاني والكل تنجح دور اول وموفقين ان شاء الله تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته